الخبر الأول اللي عدنا عن المفاجأات والإنجازات اللي محضرها اليوتيوبر فأول اليوتيوبر اللي هو شاهد السمد فسمد نزل على حسابة بالإنستغرام هذا الستوري اللي أعلن بي أن مفاجأة رح تكون خرافية ونارية رح تنزل على اليوتيوب بعد يومين تقريبا وعلى حسب ما قال إنه إيه لها علاقة بعيد زواجهم اللي هو صار من الأسبوع رح أطلقكم الستوريات عم تفتهمون أكثر احذروا اليوم شو عم بصور مثل ما بتعرفوا عيد زواجنا كان تعريبا من الأسبوع وأنا اليوم عم بحضر لعيد زواجنا فانتظروا فيديو عيد زواجنا ومعي هون محمد هو رح يصور فلوك المفاجأة كبيرة مش رح نقدر نحكي أشياء عشان ما نحرق أه عشان عشان خالص عشان ما نحرق المفاجأة استنوها على اليوتيوب بعد يومين إن شاء الله تنزل إن شاء الله بعد يومين رح تنزل على قناتي على اليوتيوب شي حلو شي حلو كتير طبعا كنا متحمسين لهذه المفاجأة فكل ما علينا ننتظر يومين ونشوف شنو رح تكون فالشيطة تقاني يا حبايب تكون المفاجأة ماهل إلا علاقة ببرج خليفة أو لا وبالتسبة اليوتيوبر الثاني فهو برهم المعراوي ووصول حسابه لإنستجرام لـ 200 ألف متابع فإن شاء الله ألف وبروك ما باقي شي على المليون شخص جدا يستهل الصراحتين لسونا حبايب تبارك ولا بكومنتات الخبر الثاني اللي عدنا عن قمر مار وحقيقة خروجها من فريق نور مار فكثرت هذه الإشاعة خاصة بالفترة الأخيرة وهو هي أسئلة صارت الدور حول هذا الموضوع طبعا تحديدا بعدما إيمو مار نزل هذا الستوري اللي حاول يفضح به فريق نور مار وحتى من طلع نور ورد على إيمو مار هواي من كلامه كان بألغاز وهواي من متابعين لاحظوا أنه ممكن يقصد قمر مار بكلامه وحتى نور بالمقطع اللي نزلها مبارحة صار شي غريب ولهو شايفين هذه الصورة مصغرة هي منافسة الصورة الأساسية فهذه الصورة قبل وهذه الصورة بعد مثل ما شايفين القمر كانت موجودة بالصورة المصغرة ولكن بعدها شالها فالإشياء ترى شالها إلا إذا كان أكون شي صغير يعني وحتى قمر من انتشار تجيئة اختفت عن السوشيال ميديا تقريبا طبعا ممكن يكون عدد الظروف ولهذا هي مختفية يعني ولكن على الأقل كان ممكن واحد من الفريق يطلع ويشرح لنا إنه ليش هي مختفية وحتى اللي يلاحظوا أنه أنور لغى التعليقات على آخر مقطع بسبب كثرة التعليقات اللي كانت تسأل على القمر فما أدري صراحة أن يكتبوني شو رأيكم بالكومنتات هالقمر لح تطلع من فريق نورمار أو قمر مختفية على مود من كلام الناس اللي هو يصار يقولون عليها خاينة فعلى مود يعني متتعرض للهجوم ولكن طبعا دائما رح نقوف فيها الخبر الثالث اللي عددنا عن مرسال واستهزاء بيسان اسماعيل فمرسال نزل على حسابه بالإنستغرام هذا الستوري اللي بيقصف نوعا ما فبالبداية موجودة بيسان وأنس وأميرة وفوق كاتب الصوت زادة 18 وكاتب حد يفهمني هدول مثل نابني آدمين فمن الواضح أنه مرسال لح يبدأ يعني عن الردود المنتظرة على بيسان اسماعيل طبعا بالنسبة لبيسان فهي مردت عن الموضوع أصلا ولسو ترحبا يتكتبونها بالكومنتات هالي سواء مرسال صح أو غلط الخبر الرابع اللي عدنا عن تهجم المتابعين مع نارين بيوتي على مو فلوكس فو مو على آخر مقطع نزلها بقناته هواي من الكومنتات لاحظوا أنه هذا المقطع أساسا مصور من القديم وتقدرون تشوفون هذا الشيء من كثرة التعليق اللي جدت على هذا الموضوع خاصة أساسا سيدر وشيرين حاليا هم وبالسويد فهذا المقطع واضح أنه مصور من القديم يعني قبل ما يصير المشكلة بين نارين ومو حاليا هم أحد يحكيوها الثاني ومثما تعرفون أن كل واحد شائل فورو عن حسابات الثاني بالإنستغرام اكتبوا بالكومنتات هل يستحقموا هذا التهجم اللي تعرض له صراحة أنا أشوف بوجهة نظرة على الأقل لازم يطلعون ويوضحوننا لأن هذه الكومنتات راح تضل تجي ويسألوهم ليش هم ما بدي يحكوني بعض وبس والله نصل لنهاية المقطع يا حبايب ما باقلنا شيئا 200 ألف تقريبا 18 ألف فلو اشتركنا كل واحد حاليا أتوقع أن نوصل اليوم يعني فأتمنى أن كل واحد يشترك ويحط لايك وبس تشانوك في زي مخاطر مملكة الخصص مع السلامة